بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بزوار ومتابع قناة ورون التاكل وفيكسر اليوم هناك إصدار جديد من أداة Give In Look كما ترون هذه أداة Give In Look version 6.3.1 سوف نترك لكم رابط من أجل تحميل الأداة تحت الفيديو إن شاء الله إذن أولا وقبل أن تقوم بعمل Extract هذه الأداة يجب عليك الذهاب إلى Anti-Virus بالنسبة لي فأعملوا على Windows 10 فما عليكم سوى الذهاب هنا والضغط على Anti-Virus والضغط هنا Protection Center ثم الذهاب إلى جغلة وتقوم بتعطيل Anti-Virus تعطيل هذه الخيارين ما عليك سوى الدخول إلى البيلف وعمل Extract هذا البيلف بعد عملية Extract نقوم الدخول إلى المجلد هذا الخاص بالأداة ثم نذهب ونختار Give In Look نضغط عليها مرتين وننتابع إن لم تقوموا بتعطيل Anti-Virus فستواجهون المشكلة وهو أن Anti-Virus سيوقف لكم هذه الأداة ثم الآن نضغط عليها المعلومات كما هي كما هي الـ User Name و الـ One Pass الخاص بالأداة ونتظر حتى يتم عمل Connect مع السيرفر نعم الآن قدمنا عمل الـ Connect مع السيرفر كما ترون هذه الأداة فهي بها واجهة In-Look Seam يعني من أجل فك الشبكة بالنسبة لأجهزة سامسونج وبعض الأجهزة الأخرى ثم هنا تخطي الـ MDM بالنسبة لأجهزة سامسونج وهنا عمل Factory Arrest عن طريق NTP هنا إذا كنت تريد إصلاح الشبكة يعني عمل تغيير ملف CSC ثم من أجل بالنسبة لأجهزة One Plus من أجل تفعيل تسجيل مكالمات هنا سامسونج فلاش إذا كنت تريد عمل فلاش لأجهزة سامسونج كما ترون هنا سحب اللي لفت وعمل فلاش لأجهزة سامسونج هنا بالنسبة لأجهزة Qualcomm نقوم بالضغط هنا ونصدر حتى يتم تحميل البيانات نعم من هنا تختار الشركات شاوبي وهنا مع أجهزة كما تعلم من أجهزة سامسونج التي مدعومة إلى حد الساعة من هذه الأجهزة ثم يمكنك عمل فلاش لهذه الأجهزة تقوم بفلاش لهذه الموديلات الموجودة هنا ثم هنا أوبراسيون يمكنكم عمل قراءة البيانات يمكنك هنا حدف علىها في البي ثم هنا فاكتوري ريست يمكنكم إذا لكم ممط بالنسبة لأوبو بدون ضيع البيانات ثم هنا بالنسبة لأجهزة فيبو وهنا لأجهزة ريلمي يعني هذه الثلاثة فهي خاصة بأجهزة أوبو وفيبو وريلمي من أجل تقوم بحدف سكرين لوك بدون فقدان البيانات كما أن هناك يمكن حدف بالنسبة لأجهزة سامسونج ويمكنك عمل باكاب للفلاشة ثم هنا من بين الميزات الجميلة وكما ترون حدف المي أكاونت بالنسبة لأجهزة الشاومي بطريقتين وهنا عن طريق الودال الودال اما عن طريق الفاسدغوت يمكن هنا إذا كنت في الفاسدغوت يمكنك تغييره إلى الودال عن طريق هذه الخاصية ثم حدف الفربي بنسبة لأجهزة شاومي عن طريق الفاسدغوت ثم حدف المي أكاونت عن طريق الفاسدغوت ثم عن طريق الدياغمود يمكنكم تغييره إلى الامي خاصة بأجهزة القوالكوم التي المدعومة هنا أما الخانة الأخرى فهي خاصة بالشاومي كما ترون شاومي بالنسبة لشاومي هناك ثلاث خنات كما ترون جنرال بالنسبة له هذه الأجهزة المدعومة هنا كما ترون هناك كثير من الأجهزة المدعومة وهي من الأجهزة الجديدة تختار الجهاز الذي تريده مثلا ثم تقوم بهذه الأمليات الموجودة هنا إما إنلوك بوت الويدر إما تخطي الفربي أو المي أكاونت أو الروبوت الدين إلى آخرين أما بالنسبة للفاست فلاشر يعني هنا يمكنك عمل فلاش لجهزة شاومي عن طريقة الفاست بوت ثم هنا سوبر شاومي في هذه الخانة يمكننا قراءة أو قراءة الفيرموار أو الفلاش من أجهزة أصل قراءته وتخزينه في الحاسوب ثم هنا عمل فلاش عمل باكاوب أو بالباس للأفعال دائما كما ترون فهذه هي الأجهزة المدعومة ولا بأس بها فهي مجد فهي توجد بها أجهزة لا بأس بها هذه الأجهزة ثم هنا الهواوي بالنسبة لهواوي فهي تدعم الكثير من الموديلات الخاصة بالهواوي نختار مثلا نختار جهاز ثم كما ترون هنا يمكننا قراءة البيانات ثم ثم هنا يمكننا فلاش بالنسبة لأجهزة سعير جميع الأجهزة المدعومة مروا إلى الانتكا هناك بعد التشنج سوف أقوى نقوم بإدخول مرأة ثم ثم هذا هو المجد الخاص بك نقوم بإدخول مرأة ثم 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 هذه الأدات هي من بين الأدوات القوية جدا المجانية الأدوات المجانية القوية جدا نقوم بإدخول مرة أخرى كما ترون فهي تعمل جيدا إلى 1 ساعة فهي تعمل نقوم بإدخول مرة أخرى 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 ونقوم بإدخول مرة أخرى كما ترون لأن قد تم عودة الاتصال بالإنترنت سأخذها على الوقت نقوم بإدخول مرة أخرى ثم وصلنا إلى الانتكا أضغط على الانتكا إذن من ذلك التشنوج الذي كان فهو راجع إلى عدم موجود الانتكا بالنسبة للانتكا فهي تدعم جهزة كثيرا جدا بالنسبة للانتكا وفيها عديد من الخساريس إذن هنا أوبراسيون جنرال أوبراسيون بالنسبة للانتكا يمكنك قراءة المعلومات الانتكا يمكننا عمل رد للفيرمار من خاصية ثم انلوك بوت الوعدار لكبوت الوعدار ديزايب الأب بنسبة للجهزة شاومي ثم هنا بنسبة للرست أوبرايشن يعني تقوم بعمل بعمل فورمات للأجهزة لكبوت الوعدار هنا يمكننا الكثير من الطرق بما فيها الطرق التي يمكننا الحفاظ على البيانات ومن ثم بنسبة للوعدار ومن ثم هناك بنسبة للأجهزة شاومية يمكننا حدف البي أكاونت ثم حدف الفربي بنسبة للسامسونج هواوي و ايدي اوبو يعني هناك العادي بالنسبة لسامسونج كارت جي ثم تقوم بحذف او بتخطي حماية الكارت سي معني ان لوك شبكة الى آخر من العمليات هنا الناف داتا و الى ذلك ثم هناك خانة الخاصة مفلاش لاجهزة ثم و هنا اصلاح ايمي ثم هنا اصلاح ايمي بخاص ب اجهزة فيفو ثم الخانة الاخيرة وهي خاصة بالابل كما ترون فيها general function يعني هنا بعض الخاصة التي تمتاز بها بالنسبة لاجهزة الابل يعني red info device activation device deactivation ثم هنا remote manager هنا بيبباس لاجهزة المترجم ايبباس اثنان و اثنان واحد اثنان اثنان الى اخريه ثم بيبباس لاجهزة ج اس ام ضهور الشبكة بيبباس لاجهزة الميد بدون ضهور الشبكة الى الاصدار 14.8 ثم بيبباس iCloud broken يعني صراحة بما ان هذه الادات فهي مجانية فهي بها العديد من الخصائص التي يستعملها الجميع خصائص رائع جميع ثم هنا هذا كل شيء المسوتي لهذا الدرس وإلى اللقاء انشاء الله